هاي تكلم الزبط عايزة فيه ايه؟ تكلم الباشا عايزة طب بالراحة طيب فيه ايه ده؟ طب ماشي بمسك نجامد ليه طيب؟ طب امرك يا باشا ايه يا ابني اللي مقافك في الضلم؟ كنت باتكلم في التليفون ما بيتكلم ايه؟ بس اني حد في المنطقة؟ التليفون شخصي استغفاله عزيزي ايه اللي عدرك دي؟ شنطة ما انا اعرف يا حبيبي انه شنطة فيها ايه؟ فيها حاجات حاجات؟ حاجات؟ طب ايه ده طيب بالراحة؟ على فكرة اللي انت بتعمله ده مش قانوني وانت بايرو حمك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش انا طالب في لصان صحقوق يعني ممكن اكون بفن في القانون اكتر منك قادة انت كمال ايجيل قادة؟ انت اللي غلطت انا مغلطتش فيك ماشي هاب دقتك ما تشوف باخرت طب ايه باش عشانت عفهاش حاجة ما انت طالب في حقوق فعلا ما انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ بيو تمشي ايه؟ مش معنى انت طالب يعني تمشي ما انت ممكن ان تبقى حرامي تاجي المخدرات بتشربها ارهابي لسه مش عارفين طب انت فتشتني وملقتش حاجة لما البطاقة دي شكلها مضروب يعني ايه؟ يعني هنخدق على اسم معانا نشوف حكايتك ايه؟ وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بها ده نخد على البوكسر بواي اللي انت بتعملو دقتك يلا 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 نخدرات ايه نخدراتون بها محل مخدرات ما استكرات المياه ببعلي ادوية سادك على انها مخدرات لا معلم مش تقدراتك ولا حاجة دفئر في الثمانات عشان تأول مجملين تأول مجملين انت لابتك مش بعد دي يا أبراهيم تعالى معي طيبا معنا بأخوش غريب ودوم بس لا حلوة كده محدش غريب لا معلم علي انا اه يلا يا ظلطة عشان العيال بس عشان العيال اه اه انا ينبني الموبايل ونحفظ ماشي روح عدو خليم عامليني شعائي عامل بسود للتلفون ليه؟ إن شاء الله واخدوا حد يغلس ما عرفش يفتحه افتحه ومين بقى هاي دي دي؟ صاحبتك ولا بدتش مال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني الحاجات اللي على الموبايل دي خصيات محمية بالقانون والدستور دستور؟ انت عبيت يد؟ ما تغلطش انا ما عملت لكش حاجة عشان تكلمني كده وحتى لو انا مجرم ما ينفهش تغلط فيه طيب حبيبي طالما انت بقى مذاكر قانون كويس على فهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه؟ المنطقة دي يا حبيبي اللي انت قعد فيها كلها تجار مخدرات وإرهابين واحنا جلنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي تيجي هنا طلاب جامع اليومين دول بس انا ساكن هنا والعنوان عندك في البطاقة ايه اللي مشيك بالليل في الشارع؟ انا هكون تنازل عشان انا حر حر؟ اه حر بعدين ما تشغلوش بالكو بالناس اللي ماشى في الشارع ركزوا شوية مع الحرماء اللي سرقى البلد ان انتوا عارفينهم اصلا بس ما تتكلموش اه صح انت صح احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا بس الحد بقى منركز معا ونبسكهم هتوعد معانا 24 ساعة عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم مبسوط يا عم؟ ابو ايا اه اه تعال اخد ان نجمع الحجز بس اقول لك ايه محدش قرب منه ونبع على زناتي محدش يلمسه فهموا ولا لا يلا بيتفضل هو هكا الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ اه مستريح يلا ياتني الواد من اللي اتقاد بوايا بيعلمني شوهلي يقولي بدل ما انت واقف عمد تتسخف عالناس في الرحة والجاية وروع مسوك المجرمين اللي انتو سايبينهم انتو ما ممكن الولد يكون عندو حق عندو حق ازاي يعني؟ يعني اذا كنتو عارفين المجرمين اللي في المنطقة سايبينهم ليه؟ احنا ما سايبين حد احنا شغلين على قد الواد اللي عندنا بعدين هتحداكي بقى ان فيه زبط في الدون يقدر يعمل الشغل اللي احنا عاملينه ما ممكن يكون عندو وجهة نظر وجهة نظر مين؟ او كل عائل صغير قعد تحت البطانية كده بكلمتين على الفيسبوك يبقى عندو وجهة نظر احنا مش عايزين خيابة يا سليم يا ابني انا قوزي اقولك الزبط مرماب في الشارع للنهار وكل يوم بيموت منهم شوية بعدين بقى الزبط اللي مش عاكبينك دول منهم ابنك الوحيد لو منام تعالي هنا انا لسه بجملتش كلامي تفاكر يعني عشان انت ابني لازم اجي في صفك لا مش لازم بس انا عايزك تفكري شوية بلما ترد علي لو بعتولك عشان تستلمي جسة ابنك بالمشرح تفضلي شايفة اللي انت شايفة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية دعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم يا رب استرها معاك يا سليم يا ابني يا رب حيات حبيبك النبي ما تسويني فيه ابدا يا رب وبعدين بقى يا سليم فيك انت وماما دانتو لو مولودين فوق روس بعد مش هتعملوا كده يا حبيبي هي بتعمل كده عشان خايفة عليك امك مش كرة شغل انت من دلوقتي بس امك مش حبا من ساعة بوك الله رحمة دخلني كلية الشرطة بالعافي طب هي بتعمل كده ليه مش من خوفها عليك خوف ايه بس انتو عايزين تجننوني تخوفها من تأثير الشغل عليك يا حبيبتي اي شغل انا بتأثر على بيشتغل فيها مش شغلانت انا بس يعني ايوه بس مش كده يا سليم حالبي انت كنت اهدى من كده بكتير ودلوقتي بيت ايه يعني وحش الكسر ده قاطع لسن اللي يقول عليك كده بس انت اتغيرت يا سليم تبتولي بس عشان لس صغيرة وبش فهم حاجة وبشفتيش حاجة بكل انا شفت وخلي اي حد في الدنيا ده بي انا ما بتكلمش عن حادسة موت هشام الله يرحمه انت من ساعة ما دخلتش شغلان دي وانت بقيت وحدتين بس بتكلمه عشان مش فهمين حاجة مش فهمين توقف طول الليل في عزة ضلمة مستنى رصاصك جيلك وبرضه بتروح شغلك تاني وسايبها على الله مش فهمين يعني ايه بتفتش عربية بستنت الفجر فيك في اي سانية ومنحقوش حتى اللي موجتتك مش فهمين يا ايه صاحبك وطفعتك ايبوته قدامك وبينك وبين الموت خطوة واحدة مش فهمين يعني ايه طلع عين اهلك عشان تمسك مجرم وجي واحد بتخون طلعه برا او محامي بتلاتة ساخ يطلعلك صغرة في القانون ويبواصلك كل اللي انت عملتين مش فهمين يعني الدنيا كلها وقفة قدامك عشان تطلعك واحشي بس عالفك رمك برضو كلام ما صاح بس مش ف الحال اللي احنا عايشينها همش عايز ابتخافي اخوك اسليم زي ما هو ما تغيرش بس الدنيا للهي ام يالله وصيبينا ناعم عشان يشوف شغل اللى امت ما بتحبوكش المترجم للقناة صم أنت مش معانا ولا إيه؟ لا معاكو طبعاً لازم أشوفوا بيصف التراب قدام عنايا هلازم يصف وشوا علامة سكور يفكروا بيه